فاتم من اليمن تسأل تقول إذا شخص مثلا كان محافظ على السنن الرواتب بعد سن معينة ثم حصل له مرض مثلا أو شيء هل يؤجر على هذه السنن فاتم بارك الله فيك أي شخص كان مواضبا على عبادة من العبادات و طاعة من الطاعات و قربة من القربات إذا حال بينه و بين العبادة و الطاعة مرض أو سفر كتب الله له الأجر كاملا و مصداق هذا في قول النبي صلى الله عليه و آله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة صحيحا مقيمة قال العلماء هذا في الشخص المواضب على العبادة يعني مثلا شخص يصوم الاثنان الخميس كل أسبوع مرض يكتب الله عز وجل له أجر صيام الاثنان الخميس إذا هو أفطر بسبب المرض سافر كتب الله له أجر صيام الاثنان الخميس إن هو أفطر و سافر مثلا شخص يقوم الليل و مستمر على قيام الليل غير متقطع حال بينه و بين قيام الليل مرض كتب الله عز وجل له أجر قيام الليل حال بينه و بين قيام الليل سفر كتب الله له أجر قيام الليل شكرا